الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في عملياتها الانتقامية للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العاصمة الأفغانية كابول وقاموا يوم أمس بهجوم ثاني عسكري على تنظيم داعش طبعا الموجود في العاصمة الأفغانية هذا أماكم هو مطار كابول والنقطة اللي استهدفوها الأمريكان يوم أمس هي كانت تقريبا إلى غرب مطار كابول في هذه النقطة تحديدا كانت هناك سيارة مفخخة مركونة في إحدى البيوت اللي موجودة الأفغانية هناك طبعا وبالتالي الأمريكان لم ينتظروا أبدا ولم يعطوا أي فرصة لهذه السيارة المفخخة التي كان الهدف الأساسي منها بحسب معلومات استخبارية لمهاجمة مطار كابول على هذا الأساس استخدموا طائرات الـ FAT Super Hornet وكذلك طائرة MQ-9 Reaper المسيرة المعروفة وطائرة المسيرة الـ MQ-9 Reaper هي التي قامت بهذا الهجوم على هذه السيارة المفخخة لأسباب تقنية سنذكرها لكم واستخدموا أيضا صاروخ واحد معروف لدينا نحن العراقيين اللي هو الـ AGM-114 Hellfire نفس الصاروخ تماما الذي استخدمه ضد الجنرال قاسم سليماني في حادثة مطار بغداد الشهيرة وذلك لأسباب لأن هذا الصاروخ يأخذ أهداف بدقة عالية جدا بالإضافة إلى ذلك أنه حقيقة يحاول منع أي أضرار في محيط الهدف الذي يستهدفه وفعلا كانت العملية ناجحة تماما كما نلاحظ بأن السيارة المفخخة فجروها وضربوها ولكن يجب أن نتذكر بأنها سيارة مفخخة معناتها نتحدث عن انفجارين انفجار الصاروخ وانفجار السيارة المفخخة بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تقارير تتحدث عن أن هناك انفجار إضافي في نفس النقطة مما يدل على أنه كانت هناك أيضا متفجرات موجودة وبالتالي على هذا الأساس نلاحظ الدمار الكبير وأصلا هي أزقة متقاربة بشكل كبير مما أدى إلى خسارة عدد من المدنيين بينهم أطفال أفغان الآن وجود هذه السيارة المفخخة بهذا الاتجاه يعطينا صورة واضحة عن طبيعة الهدف الذي كانت ينوي تنظيم داعش أن يستهدفه بشكل واضح في مطار كابل الآن هذا هو مطار كابل كما قلنا هذا الطريق هو طريق مطار كابل الرئيسي هناك نقطة تفتيش لحركة طالبان بهذا الاتجاه وهناك عدد من البوابات الموجودة يعني هنا البوابة الرئيسية للمطار هنا نقطة تفتيش تقريبا أيضا لحركة طالبان وهنا بوابة أبي جيت اللي هي طبعا يسيطر عليها الأمريكيون والتي استهدفها تنظيم داعش وقتلوا فيها طبعا 13 أمريكيا و 170 أفغاني بالإضافة إلى ذلك هناك بوابة شرقية هناك بوابتين في الشمال بهذا الاتجاه وهذا طبعا الجزء الأسكري من مطار كابل وهذا هو الجانب المدني وفي الوسط طبعا هو المدرج اللي تنطلق منه الطائرات التي طبعا شهدنا العديد من المناظر من عدها وهي تنطلق وتقلع من مطار كابل الهدف الأساسي هنا لبوابة موجودة هنا في الغرب يسيطر عليها وتسيطر عليها القوات الأمريكية بهذا الاتجاه واضح ببعد الهدف على كما تحدثنا 3 كيلومتر يوضح بأن هذه السيارة المفخخة كانت تريد أن تقوم بهذا الاستهداف بهذا الاتجاه وإسقاط ضحايا أكبر خاصة وأن هناك تجديد كبير جدا على هذا المكان من القوات الأمريكية ورقابة عالية جدا لذلك هذا هو الهدف الثاني خاصة وأن البوابات الشمالية اليوم من صباح اليوم الباكر حركة طالبان يعني بدأت تدخل إلى الجانب العسكري الموجود حقيقة في المطار وبدأ يصورون عدد من حقيقة الفيديوهات اللي ينزلوها في عملية التقدم اللي يسووها ولكن القوات الأمريكية كانت بالمرصاد في هذه الضربة ومنعت هذا الأمر ولكن أيضا من الصباح الباكر تنظيم داعش قام بهجوم بسيارة فيها روكت لانتشر منصة لإطلاق الصواريخ خمسة صواريخ أطلقوا طبعا من نفس الاتجاه طبعا من الغرب هذا الاتجاه أطلقوها طبعا على مطار كامل وأكد البنتاجون بأنه تمكنوا من خلال المنظومات الدفاعية اللي موجودة من التصدي لهذه الصواريخ ولكن أيضا سقطت على المدنيين على الأقل خمسة بيوت سقطت عليها وكانت هناك أضرار بسبب هذا الأمر هسا على الرغم من الإجراءات الردعية الكبيرة والإيفاء بوعوده بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول عملية مهاجمة وردع تنظيم داعش الإرهابي والانتقام ولكن هذه المناظر التي جاءت من ولاية ديلاوير يوم أمس ولاية ديلاوير الأمريكية التي طبعا هي تعتبر ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أصلا من ولاية ديلاوير وهو يودع وهو يلقي تحية على جنود الأمريكيين الذين قتلوا بسبب تنظيم داعش وبسبب الإجراءات التي اتخذها هذه المناظر تلاحقه بشكل كبير للغاية على عدد من المستويات عن مستوى السياسي لينزي جراهام السيناتور الجمهوري على الرغم من أنه جمهوري وجو بايدن ديمقراطي إلا أنه صديق لهم منذ فترة طويلة جدا منذ أن كان جو بايدن سيناتورا في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام انقلب على جو بايدن وقال يجب أن يتم عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن قضية العزل يعلم تماما لينزي جراهام لا يمكن تحقيقها في ظل هذه الظروف وذلك لعدد من الأسباب أنه الديمقراطيين الأغلبية لهم في مجلس النواب الأمريكي الأغلبية لهم أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي وحتى لو في مجلس النواب الأمريكي تم التصويت على عزل جو بايدن ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ وفي مجلس الشيوخ هناك مئة عضو ويجب أن يكون التصويت بثلثي الأعضاء الموجودين في مجلس الشيوخ يعني لازم 67 من الموجودين حقيقة من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يصوتون بالموافقة على عزل بايدن يلا ينعزل لذلك هذه مهمة مستحيلة على لينزي جرهام أو الحزب الجمهوري في عملية محاولة تعزل جو بايدن لذلك الطريقة الوحيدة لعزل جو بايدن هي أن يقدم استقالته هذه هي الطريقة الوحيدة الآن وهي واضح هي غير جاهزة وغير حاضرة بالنسبة للجمهوري لذلك لينزي جرهام ما الهدف إذن بمطالبته بالعزل أهداف مهمة جدا الهدف الأول أنه فقط بوضع تحت قضية العزل والتصويت حتى لو كانت تحت قبة مجلس النواب الأمريكية من أجل مساواة الكفة مع دونالد ترامب لأن دونالد ترامب تعرض للعزل خاصة وأن دونالد ترامب يستثمر كثيرا في قضية الجولة الثانية مع جو بايدن في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي راح تصير في عام 2024 وبالتالي الكفة متساوية هو صارت عليه محاولة عملية عزل وجو بايدن أيضا صارت عليه عملية محاولة عزل تحت قبة مجلس النواب ومجلس الشيوخ تحديدا بالإضافة إلى ذلك هو الاستثمار في الانتخابات القادمة في مجلس النواب الأمريكي لمصلحة الجمهوريين اللي هي راح تصير في شهر الدعش عام 2022 فبالتالي الضغط واضح جدا أنه يريدون الفوز والفوز في مجلس النواب وحتى في الرئاسة في عام 2024 أما بالنسبة للشعب الأمريكي الآن الشعب الأمريكي حتى هذه اللحظة طبيعة المصادقة بحسب 538 توضح تماما بأن مصادقة الشعب الأمريكي على جو بايدن منخفضة بشكل كبير وصلت إلى يوم أمس إلى 47.3% خفاض واضح جدا بعد عملية مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة عشر في العاصمة الأفغانية كابول وهذا طبعا لسبب مهم جدا يجب أن ننتبه إليه أنه أصلا كانوا الأمريكيين والشعب الأمريكي داعم تماما لجو بايدن في طبيعة الانسحاب من أفغانستان بنسبة 58% مؤيدين له ولكن بسبب الظروف التي طرأت هذه النسبة لم تنعكس على طبيعة مصادقة الشعب الأمريكي على جو بايدن واستمر بالانخفاض ولكن هناك عوامل أخرى يجب أن ننتبه إليها بحسب معهد غالوب الذي أكد بأن القضايا الرئيسية للشعب الأمريكي حقيقة للنظر إلى جو بايدن هي ليست فقط قضية أفغانستان وإنما الكورونا فيروس بالدرجة الأساس هي الأمر الأساسي وفي الكورونا فيروس متحور دلتا لا زال يضغط ويضغط بشكل كبير على كل خطط بايدن التي كان يهدف أن يحققها وبالتالي أخفاق وعدم حقيقة ليس هناك سعادة بما يقوم به جو بايدن في طبيعة الإجراءات على الكورونا فيروس وإيضا الاقتصاد مستمر في الانخفاض ويعتبر ثاني أهم قضية بحسب معهد غالوب للشعب الأمريكي أما على مستوى اليميغريشن الهجرة الغير قانونية الخفاض هذه هي الأسوأ تعتبر بالنسبة لجو بايدن مصادقة الشعب الأمريكي وصلت إلى سالب 22.4% على الأقل حتى يومنا هذا ولذلك على هذا الأساس طبعا أنه حتى الـ CNN اللي هي تعتبر من الوكالات التي تميل إلى الديمقراطيين كثيرا هي اتفقت مع الكلام الذي قلناه الآن واعتبرت بينهم وفقط أفغانستان وقالت أي أن الأمريكيون بدأوا يفقدون الثقة تماما في بايدن بسبب عدد من الأمور وعدد من حقيقة التي تجمعت على جو بايدن الآن الأمر الواضح بالنسبة أنه كعراقين هناك عام المشترك مع أفغانستان ليست قضية فقط وجود القوات الأمريكية من عدمها على المستوى العراقي ولكن تنظيم داعش الذي بدأ يقوم بهذه العمليات الكبيرة وهناك التقييم صار في مجلس الأمن للأمم المتحدة الشهر الماضي شهر 7-2021 وضع فيه تقييم مثير للغاية يجب أن ننتبه إليه شف شنو اللي قال المجلس الأمن لدى داعش في أفغانستان الآن ما بين 500 و 1200 مقاتل لكنهم يمتلكون القدرة على زيادة هذا العدد إلى 10 ألاف مقاتل معناها إحنا أمام تصعيد كبير جدا ويجب أن نضع في حساباتنا أن داعش سيسيطر بشكل أكبر في الفترة القادمة في أفغانستان والمشكلة أن عدد المقاتلين في داعش بحسب نفس التقييمات من مجلس الأمن من تقييمات للأمم المتحدة تؤكد أن العدد الموجود عندنا في العراق من تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين لهم أكثر بكثير من هذه الأرقام المطروحة كل هذه المشاكل التي نراها في مطار كابل الآن وكل هذه الضربات وغيرها هي بسبب 1200 مقاتل لتنظيم داعش بهذا الشكل وطبعا هذا الذي جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة بغداد بحضوره بهذا الشكل طبعا أن يقول مهما فكر الأمريكيون سنبقى نحن الفرنسيون في العراق حتى لو انسحبوا الأمريكان وأيضا يعني حتى The National بدأت تنظر ماذا بعد أفغانستان هل ستكون هي العراق وسوريا ووصلت إلى استنتاج واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحة أمنها القومي أن تنسحب من الداخل العراقي وترك المنطقة مفتوحة بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر